أهلا أعزائي المشاهدين أنتم تشاهدون برنامج ليك النور على القناة الفضائية قناة الحياة وموضوعنا اليوم في غاية الأهمية موضوع بهمك أنت شخصيا ومهم أنك تشاهدوا وتشجع آخرين أن يشاهدوا هذه الحلقة بعنوان كيف نتغلب على الاضطرابات الشخصية والنفسية يسرنا أن أستضيف صديق غالي على قلبي الدكتور القس نيكولا ياسمين الأسيس نيكولا هو راعي الكنيسة الإنجلية المعمدنية الكتابية في مونتريال وهو هذا موضوعه متخصص في هذا الشيء فهو متخصص في علم النفس والمشورة المسيحية أهلا وسهلا أخ نيكولا نحن مبسطين أنك تكون معنا أهلا فيك امتياز أن يكون معك خيه ومع الأحبة اللي بتابعوك فالرب يعطينا وقت حلو نتكلم فيه مع بعضنا البعض شكرا على دعوتك حبيبي أنت معلم للكلمة وخادم للإنجيل وفي نفس الوقت متخصص في علم النفس والمشورة لما بتسمع العنوان كيف نتغلب على الاضطرابات الشخصية والنفسية هذا بيقودنا للاستنتاج أنه فعلا فيه اضطرابات شخصية وفيه اضطرابات نفسية كخادم كراعي وكمتخصص كيف إذا ممكن تشاركنا شوي عن الموضوع قبل ما نبتدي في الأسئلة حابة أن أبدأ بقراءة آية من رومية رسالة بولوس الرسول إلى أهل الرومية ساعة 5 والآية 12 يقول من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد أي بآدم دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع أخطأ آدم فورثنا منه الخطيئة وبالتالي أخطأنا نحن بالإرادة أيضا أخطأ الجميع واجتاز الموت إلى الجميع تماما فشو علاقة آية بموضوعنا هو أنه نحن نعاني من عدة أشكال من أشكال الموت لما نفكر بالموت بالمعنى البسيط السطحي نفكر بشخص فارق الحياة ويجري جناس تودفنا لكن الموت لن يأتي علينا بل نحن نعيش الموت وفي طريقنا إلى الموت على عدة أصعدي موت روحي بعلاقتنا مع الله أدبي وأخلاقي مع ذواتنا وموت جسدي وهذا بيظهر بأمراض ومعاناة منها الجسدي ومنها النفسي ومنها الفكري ومنها ومنها الصورة قاتمة للأسف عن بشريتنا نحن أمواتنا تحرك والموت يظهر فينا بأشكال مختلفة تعددت الأسباب والموت واحد عن الموت الجسدي وربما معنويا ينطبق نفس التعبير تعددت المعاناة والألام والمشاكل ولكن الموت يعمل فينا ولكن مع أنه العنوان يقول أسباب الاترابات لكن بأي العنوان وعلاجه هناك علاجات نشكر الله أوقات علاجات طبية أوقات علاجات نفسية وفوق الكل علاج مسيحي الذي سنتأمل فيه اليوم